نحن نريد السلام ولكن ليس الاستسلام إسرائيل الآن تريد مننا الاستسلام قبل معركة غزة كانت المشكلة في أروقة الأمم المتحدة ومجتمعين لأنه أصبحت القضية الفلسطينية قضية عادلة مش من الآن من 48 لشباب بسيط إن الشعب الفلسطيني يملك 94% من أراضي فلسطين اليهود لا يملكون إلا 6% 94% من أراضي فلسطين لذلك كانت لجان الأمم المتحدة التي تريد أن تضع التقسيم كانت متعثرة عندما جاء الكونت برنادوت وعطى الجليل الغربي تسمح لي لفلسطين وعطى النقب للفلسطينيين بالتقسيم قتلوه اليهود اليهود يريدون حاجز طبيعي بين المشرق العربي والمغرب العربي هي النقب وأخذوه اليهود يريدون يعيشون على التفرقة بين الفلسطينيين التفرقة بين الدول العربية يزرعون التفرقة بين كل حتى وزير خارجية أمريكا في السبعينات أوجد مبدأ تعريب الحرب بدأت حرب بين الجزائر والمغرب حول الصحراء بين تونس وليبيا بين ليا مصر بين العراق والسوريا تعريب الحرب عوض ما العرب يفكروا بمحاربة إسرائيل يفكروا بمحاربة بعضهم الآن انتشرت هذه بفكرة أكثر وأوسع عرفت كيف؟ ولكن ما يؤلمني قلت لك بأن نرى رئيس وزراء إسرائيل يقول هناك اتفاق إقليمي ولنا أصدقاء إقليميون واقفين معنا في هذه الحرب هذا عودة مجددى مشاهدين الكرام لمواصلة وانتبعة النقاش حول عنوان الحصة اليوم الأسبوع الرابع من العدوان المقاومة تكسب المعركة سيد محمد حمد توقفنا قبل الفاصل فأن المقاومة حققت الكثير من المكاسب للقضية الفلسطينية وبدأتها في تعداد وعدل هذه المكاسب يمكن أن تواصل في نفس الفكرة أنا بعد حديثنا قبل قليل وبعد هذا الانتصار للشعب الفلسطيني متمثلا في مقاومته العسكرية وفي إدارة معركته السياسية من قبل قيادته أمام هذا العالم أطالب الدول العربية وأطالب دول العالم داعمة لموقف هذه الدول العربية أن نستثمر هذا الانتصار للشعب الفلسطيني أن نستثمر هذا الصمود من أجل الخلاص من هذا الاحتلال لأنه حقيقة إحنا معركتنا أنتم تسمعون وكل يوم نسمع على التلفزيونات أنه إحنا بدنا فتح المعبر مع مصر بدنا صيادين في غزة بدنا مش عارف إيش البيوت اللي تدمرت بدنا إعادة أعمارها لا إحنا بدنا كل هذا الكلام كيف هذا بيجي؟ الآن يجب أن يوضع حد لهذا الاحتلال يجب إزالة الاحتلال وإلغاء الاستيطان وإعطاء الفلسطينيين استقلالهم على الأرض وحريتهم بإدارة دولتهم حتى يستطيعوا أن يبنوا دولتهم ونحن كفلين أن نجد الوسائل لبناء دولتنا وإعادة أعمار غزة وإعادة أعمار الخليل وإعادة أعمار نابلس وإعادة لمشم للفلسطينيين من كل العالم إذن الآن الهدف الأساسي يجب أن يكون من هذه المعركة من هذا الانتصار الذي نحن نحققه ونحن جاهزون مع كل الآلام مع كل الضحايا اللي بتروح في قطاع غزة أن نستمر في الكفاح أن نستمر في هذه المعركة فليقتلوا ما يريدوا من الشهداء فليأسروا ما يريدوا من هذا الشعب ولكن يجب أن يكون هناك مبادرة دولية من أجل وضع حد لما يدور نحن لا نريد أن ننهي هذه المعركة الآن في غزة كوقف إطلاق نار وبعد ذلك تأتي مجموعة من الدول المانحة تعيد بناء بعض البنايات التي ضمرت في غزة بناء بعض المستشفيات فتح المعبر مؤقتا يسمحونا نروح شوية صيادين نجيب صيد يسمحونا مثلا الحدود يخلوها الجيش الإسرائيلي اللي انهزم وبعدين بعد سنتين ترجع إسرائيل تضربنا من جديد لا نحن نريد أن ننهي هذا الموضوع نعم حتى ننهي هذا الموضوع سيد محمد حمد أسمح لي أطرح سؤال هذا على سيد عبدالله سليمان كيف يمكن أن ننهي هذا الموضوع الذي تكلم عليه سيد محمد حمد كيف يمكن أن نستثمر بقوة هذا الانتصار هذا الفوز الذي محقق في الميدان كيف يمكن أن نستثمر للقضية الفلسطينية شكرا الحقيقة مثل مقال زميلي أنه نحن لسنا بحاجة إلى أشياء يومية وهذه الأشياء اليومية مهمة جدا نحن نريد فتح المعابر نريد الصيد نريد الأكل نريد نريد نعم ونريد البناء نعم هذا الكلام صحيح لكن نحن حركة تحرير شعبية نحن حركة تحرير نحن يجب أن يكون نهاية لهذا الظلم التاريخي الذي وقع تحته الشعب الفلسطيني بدنا نهاية إلى نهاية الاستعمار ما فيش الآن أي بلد في العالم مستعمر إلا إسرائيل مستعمل الفلسطينيين وصارنا بالمفاوضات واحد وعشرين واثنين وعشرين سنة بدون أي نتيجة إذن الآن هذه المعركة الحاسمة إن شاء الله والتي ستنتهي بإذن الله بالنصر سيكون باب يفتح إلى نهاية هذا ظلم نهاية هذا الذي نريده إذا كانت المسألة مسألة أن يطعمونا ويجيبونا أنا بقول لك كفيلة أمريكا جبلنا الماء الشروب من كاليفورنيا أنا بقول لك كفيلة الأوروبيين يعطونا فلوس كثير إلى آخره إذا نسينا قضيتنا أما الآن فنحن مع حركة تحرير شعبية نحن لسنا مع حركات إرهابية كما يقولون نحن الآن في موقف تاريخي سيغير بإذن الله المصيرة وسيكون الاستقلال ليس الآن كل خطوة نخطوها فيها ربح إلنا هذا مليح ولكن يجب أن نوظفها إلى المستقبل المستقبل هو التحرير بإذن الله نعم سيد موسى عشور فيما يتعلق الطرف الآخر للكاية الصهيوني أكيد أنه ستكون هذا الانهزام سيكون له إنعكاس ربما على المستوى الداخلي للكاية الصهيوني سواء على نفسية السكان سواء على كذلك على الحكومة حكومة نتنياهو كيف كذلك كيف سينعكس هذا الانهزام على حكومة الكاية الصهيوني وكيف يمكن في نفس الإطار أن نوظف هذا الانهزام وهذه الانعكاسات للتحقيق كذلك مكاسب في المستقبل شكرا نحن حبينا فقط نوضح نقطة أيضا نحن نلاحظه الآن على مستوى الجيش الإسرائيلي يعني الأسف أنه هناك ابتعدنا على جانب أساسي هو أنه هناك وجود هستيريا وفرار ورفض الالتحاق للجنود الاحتياطين في صفوف الجيش العدو وهذا لحظنا على شاشات الإعلام أيضا مما أدى الحكومة إسرائيل طلب تطوع مرتزقة وعلى أساس وأحضرت مؤخرا خمس آلاف مرتزقة وعلى أساس أنه قامت بإغرائهم بالمال وكذا وكذا وعلى أساس أنه هو جانب أساسي للدفاع عن الديانة اليهودية رغم أنه هنا بكل صراحة نستوقف نفسنا وإسلام ما عنده حق الدفاع يعني الأسف وذلك على الرغم لأنه حقيقة اليوم اعتراف العدو أنه قتل سبع جنود من جنسيات مختلفة منها أمريكية وفرنسية هذا دليل على أن هذا ليس نصر بل هذا عبارة عن انهزام وأكبر دليل أنك قمت بالاستعانة بطرف أو عنصر أجنبي دخيل على الجيش الإسرائيلي المعروف بقوته وجدارته وتكنولوجيا يمتلكها أيضا لوحظ أنه هناك ذكر انسحاب أليات والجيش الإسرائيلي من داخل أراضي الفلسطينية والعودة والرجوع إلى الشريط الحدودي علما أستاذنا الكريم أنه في هذه الحالة هو دعا أنه انسحب وليكن لكن سحب من؟ نحن نعرف أن الرقعة الجغرافية لقطاع غزة هي عبارة عن رقعة جغرافية سهلة يعني لا توجد ولا تمتلك من تلال ومن جبال لكي المقاومة تأخذها كساتر أو تستعملها لكعنصر أساسي للعمل العسكري علما أن المقاومة استعملت هذه الأنفاق وأنا أؤكد لك يعني أنه نرجع على حسب العمل هذا العدوان نلاحظ أنه تم طرح أنه هناك اختطاف تلات المستوطنين قبل حوال 20 يوم من الحرب وبعد 15 وجدوا جوتتهم يعني هذه السيناريو لحد الآن لا يوجد أي فاصيل فلسطيني أنه يعترف بهذا العمل رغم أنه عمل بطولي نعتبره بطولي لكن اليوم نلاحظ أنه الاحتلال أنه قام بعمل هجوم لأنه هو عنده حقيقة هناك عمل استخباري من طرف الاستخبارات الإسرائيلية أن هناك عمل مقاومة في المستقبل ستتحدى إسرائيل رغم الترسانة العسكرية التي تمتلكها وهو عبارة عن بناء غزة تحت الأرض يعني غزة جديدة تحت الأرض للمقاومة هذا الجيش الإسرائيلي أيضا نلاحظ أنه طلب مؤخرا الجيش الإسرائيلي بالأمس إعادة المواطنين إلى منازلهم على مستوى الشرط وذلك أعتبره هو عبارة عن عودة هذه السكان لأخذهم كدروع بشرية في المستقبل لأنهم يعلموا جيد يعني أحيانا الواحد يشكر أنه قام بتصنيع سواتر لاستغلال المقاومة لضرب هذا الكيان الصهيوني حقيقة هذا أيضا عمل يعني شاركت فيه إسرائيل لإنتاج وتطور هذا العمل للمقاومة وهو فوز المقاومة على الجيش الإسرائيلي نعم سيد صابح سيد صبحي عرب لو نتكلم كذلك على نفسية الفلسطينيين اليوم بعد هذا ربما في المستقبل يتأكد هذا النصر ويتأكد هذا الفوز فيما يتعلق باللحمة فيما يتعلق بالوحدة هل هذا الانتصار كذلك سيعزز هذه اللحمة التي بدأت قبل العدوان يعني الشعب الفلسطيني دائما متحد نعم لأنه منذ 48 حتى الآن الشعب الفلسطيني لم يرى إلا أعلام ومؤامرات ودسائس ومحاولة كسر إرادة الفلسطينيين الفلسطينيون اتجهوا للعلم يعني في السبعينات كان خمس آلاف شهاد الدكتوراه للفلسطينيين كانوا الأوائل في كل الجامعات وجدوا هذا مخرجهم يعرفت يعني الأول ولكن على الأرض الفلسطيني دائما مقاوم وجوده في فلسطين هي مقاومة ضد النظرية الإسرائيلية أو الصغيونية أو متطلعات الصهاينة أرضك يا ابني من النيل إلى الفرات وإلى آخر هذا هدف الإسرائيلية إذن الشعب الفلسطيني دائما مقاوم الشعب الفلسطيني دائما متحد وضع الفلسطينيين في الدول العربية في لبنان في سوريا في الأردن جزء في السعودية جزء في مصر جزء هنا هنا في العراق هذا اللي جعل أنه كل دولة تريد أن تخلق فصيلا مسلحا ليتكلم ما يخدم سياستها الجزائر مرت بهذه المرحلة الجزائر حاول الدول حاولت الدول أن تستقطب بعض القوات الجزائرية في الداخل لكن جزائرين كانوا جبهة الشيوعي مع المسلم مع الوطني مع العامل مع الفلاح مع المتثقف كلهم وحدة وليخرجوا عن الوحدة كانوا يصفوا فورا لا نريد مشاكل ليخدم دولة أجنبية من خلال معاركه يصفوا فلذلك الشعب الفلسطيني لحمة الشعب الفلسطيني صفق لياسر على فاتح عندما ذهب إلى أية الأمام قالوا غصن الزيتون بيد والمدفع والرشاش بيد هذا يعني أهدين الكرام لعدد جديد من حصة المشهد بالرغم من الألام والجراح وبالرغم من القتلى والثكلة حققت المقاومة وهي تدخل أسبوعها الرابع من صمودها في وجه العدوان الإسرائيلي البشع حققت الكثير من المكاسب سواء كانت على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي قد يكون العدوان على الغزة منعرجا هاما في مسار نضال الفلسطينيين في تحقيق مطالب كانت تبدو بالأمس القريب ضربا من الخيال وقد تدفع الضربة الموجعة التي تلقتها إسرائيل على يد المقاومة إلى التنازل عن شروط كانت لا تناقش فيها قبل العدوان فماذا حقق الصمود البطولي للمقاومة للشعب الفلسطيني وكيف يمكن أن نستثمر في هذا الانتصار لتحقيق المزيد من المكاسب إذن مشاهدين الكرام سنناقش هذه النقاط وأخرى مع ضيوفي في الأستوديو يحضر معنا سيد سبحي عرب أستاذ جامعي مرحبا بك كما يحضر معنا كذلك سيد محمد حماد المستشار الأول بالسفارة الفلسطينية بالجزال مرحبا بك سيدي كما يحضر معنا كذلك الأستاذ عبدالله سليمان مرحبا بك ويحضر معنا كذلك الأستاذ موسى عشور مرحبا بك سيد سبحي عرب نبدأ النقاش من خلال المستجدات التي ظهرت خلال 24 ساعة الأخيرة في المدة الأخيرة هناك تغيير في تصريحات المسؤولين الصحاينة هناك تغيير في واقع الحرب أو العدوان على الميدان الجيش الإسرائيلي يبدأ في الانسحاب رويدا رويدا هل تعتبر بأن هذه المسجدات هي بداية أو هي بوادر لنصر في الأفق بسم الله الرحمن الرحيم مما لا شك في أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدمكم أريد أن أعطي فقط ملاحظاتين أو ثلاثة قبل أن أجيب على سؤالكم الملاحظة الأولى بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية نهنئهم على أسلحتهم الفتاكة التي تجربوها في غزة وهناك سلاحان أكيد جديدان وهما كان ضد الإنسانية السلاح الأول يضرب لبلوكسات يعني التحصينات إذا كانت داخل الجبال يعني عندما تكون حرب بين جيش وجيش فالجيش الإسرائيلي يستعمل هذه الأسلحة للتدمير بلوكسات العسكرية وليست المباني المدنية التي ربما هزة أرضية بسيطة تسقطها هذا السلاح الأول السلاح الثاني وهو سلاح فيه مواد كيموية يضرب الأرجل يقطع الأرجل وهذا ما استعملوا في رفع وفي كذا والذي يصاب لم يعد جريحا وقابل للشفاء لأنه قالوا بأن هذه القنابل فيها مواد كيموية تخلق مرض السرطان مستقبلا مع الجريح أي أن إسرائيل لم تكتفي بما تقتلوهم المدنيين بل حتى المدني الذي جريح كتب يعني حكمت عليه بالموت القريب مستقبلا هذه النقطة إذن هذه النقطة ضد الإنسانية وأرجو كل من يحرك دعوة ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي قيادة سياسية وقيادة عسكرية أن يتهموا باستعمال أسلحة محرمة دوليا بالنسبة لجوابكم شيء طبيعي الإسرائيليين نتنياهو رأي يكذب علنا هو ومن يردد صدى في العالم الكذبة الأولى قال نحن ذهبين لنحارب الإرهابيين ظهروا هؤلاء ليسوا إرهابيين هؤلاء متمسكين بعرضهم بوطنهم ومؤمنين بأن هذا الوطن لهم وليس له وطن آخر ولا يريدون أن يكونوا لاجئين مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة فإذن بعدها حول خطابه نحن ذاهبين لأنه مقدرشي مصص المقاومة قال نحن ذاهبين لتدمير الأنفاق حتى هذه خرجت لأنه في رفح بعد أن قال أنه الأنفاق مدمرة وسمح لجنود المشات أن يزلوا يتنزهوا في رفح بعد ما دمروا كل شيء وإذ خرج لهم المقاومة من الأرض إذن الأنفاق ما زالت وستبقى رغم أنف نتنياهو ومن يدعم نتنياهو الشيء الثالث والشيء الأكيد الذي نتعجبه رؤساء دول أمين عام للجامعة العربية يأخذ أوامره من الصيونية العالمية نعم مجرد أن قال نتنياهو نريد لا نوقف الحرب إلا لا ترد لنا الأسير رددها الرئيس الأمريكي للأسف للأسف وبكل خجل ورددها الأمين العام للجامعة لهيئة الأمم المتحدة دون أن يتأكدوا وإذ به بالأمس بعد ما خرج في العالم أن هناك شرط لإسرائيل لن توقف الحرب إلا إذا استردت الأسير وإذ أمس إسرائيل تعلن بأن هذا الملازم قد قتل في معركة رفاح مع الجنود المقتولين يعني إذن عندما يكذب رئيس الوزراء وقالة الجيش ورئيس الأمريكي وأمين أمم المتحدة أمم المتحدة سيد هذا ماذا يعرف يعني أنهم لم يحققوا شيئا من أهدافهم لهذه الحملة نعم لم يحققوا شيئا من أهدافهم من هذه الحملة العسكرية سيدة محمد حماد يعني تم تمن يقول بأنه هذا العدوان أو بالنسبة للكيان الصهيوني هو ربما العدوان أكثر أهمية بالنظر إلى العدوان الأخير أو مقبل الأخير لأنه هو قضية يعني الكيان الصهيوني كان يعلق عليه أمال للقضاء على المقاومة وللقضاء على الأنفاق ولتدمير البنى التحتية وربما القضاء حتى على مصدر الحياة في قطاع غزة ولكن يبدو أنها الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه لحد الآن هل تعتبر بأنه تمشي في هذا الطرح سيد محمد حماد بأنه هذه الحرب أو هذا العدوان هو بالنسبة للكيان الصهيوني وحتى بالنسبة للمقاومة هي قضية حياة أو موت اليوم يعني أنا أحب أن أناقش هذا الموضوع ليس كمعركة صغيرة تدار في قطاع غزة أولا العدوان الإسرائيلي الأخير يمارس حالي من التدمير في قطاع غزة وهذه حالة ليست جديدة علينا نحن منذ أن عهدنا هذا الكيان منذ سنة 48 وهو يمارس هذا الحال بأشكال عديدة وفي أماكن مختلفة من المناطق المحيطة للقدس والمناطق التي احتللها سنة 48 وفيما بعد ذلك في غزة وفي الضفة وفي لبنان وفي غيرها تعودنا على ذلك يقتلون الأطفال وكما تروا على شاشة التلفاز هناك تشويه حتى للجثث نساء شيوخ بيوت مساجد مزارع مدارس مستشفيات مدارس ضربوا شبكة الصرف الصحي ضربوا شركات الكهرباء ضربوا تلفزة ضربوا توسيل وسائل المياه أو شبكة المياه إذن ليس غريبا عليهم أن يستخدموا كل أنواع الأسلحة المتوفرة لديهم ونيتنياهو بالمحصلة هو يخوض معركة الانتخابية الشخصية في داخل إسرائيل مدعوما هذا الحرب مدعومة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا قرار ليس جديد نحن تعودنا عليه تاريخيا لأن هناك علاقة عضوية ما بين دولة إسرائيل وما بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن إسرائيل هي القاعد الاستعمارية المتقدمة إلىها في منطقة الشرق الأوسط التي تحقق تحافظ على مصالحها وتحقق أهدافها إذن من هنا أنا أقول أريد أن نقش الموضوع بشكل العام إن إسرائيل في معاركها المستمرة وتحديدا في معركتها الأخيرة في قطاع غزة هي بالنسبة لها معركة وجود هي تدافع عن نفسها وتدافع عن ذاتها لأن إسرائيل لا تحتمل الهزيمة إسرائيل إذا هزمت فستلغى عن الخارطة الجغرافية والسياسية في هذا العالم نحن أيضا بالمقابل كفلسطينيون نحن نخوض ولنا الحق ضمن القانون الدولي لأننا شعب تحت الاحتلال لنا الحق أن نمارس المقاومة بكل أشكالها وهذا حق أعطاني القانون الدولي نحن لسنا إرهابيين حتى باستخدام السواريخ وباستخدام السلاح وباستخدام الأنفاق وباستخدام كل الوسائر نحن بالنسبة لنا نحن نخوض معركة حقوق نحن حاولت الحركة الصهيونية أن تلغينا عن الوجود وقالوا في السابق هذا شعب مولوش أرض ولكن الذي تبين أن هذا الشعب لم يفقد الصلة بوطنه وبقيت اسمها فلسطين منذ آلاف السنين وحتى الآن إذن نحن بهذه المعركة والتي سنستمر في خوض المعركة إن كان في غزة أو في رمالة أو في نابلس أو بكرة مش عارف في أي مخيم أو في أي مكان سنستمر بخوض السراء مع هذا الكيان من أجل تثبيت حقوقنا التي يعترف بها العالم كله وتحديدا الحق الأخير الذي حصلنا إياه عليه باعتراف كل العالم بأن لنا الحق في دولة على هذه الأرض الفلسطينية وهذه الدولة التي إن شاء الله قريبا ستثبت على الأرض بصمود الشعب الفلسطيني ونضالاته المتكررة نعم سيد عبدالله سليمان يعني لو نربط ما قاله سيد محمد حماد في تعليقه أو في تحليله لهذا العدوان وأهدافه ربما التي كان يعني هذه الهمجية البشعة التي مارسها الكيان الصهيوني على القطاع في خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة لماذا في رأيك سيد عبدالله سليمان هذه البشعة وهذه المبالغة في القتل وهذه المبالغة في استعمال تلك الأسلحة التي تكلم عليها الأستاذ صبحي عرب أسلحة محظورة أسلحة ربما لوأد الحياة كلها في قطاع غزة هل هناك أهداف سياسية أو جوي استراتيجية لهذا العدوان بنظر أو باستثناء ما كان يقوله الكيان صهيوني وهي القضاء على المقاومة وتدمير الأفرق بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأت الموضوع بأن هناك منعطف تاريخي نعم هذه المعركة تعبر عن هذا المنعطف التاريخي إسرائيل بذل قامت وهي تعتمد دائما على القوة من أجل إيجاد نفسها في المنطقة وتثبيت نفسها في المنطقة وهي بذلك تدعي بأنها واحة للسلام وترسل وراء اليهود الصهاين ليأتوا إلى هذه واحة السلام لليهود من أجل العيش فيه الآن بعد المقاومة وبعد هذا الوضع هل تستطيع إسرائيل أن تدعي أنها واحة السلام في المنطقة الحرب بيننا وبين إسرائيل الآن حرب إلغاء وجود هذه أعظم معركة في نظري منذ وقت طويل جدا هذه المعركة ستحدد ما هو مسير المنطقة إلى زمن بعيد الآن شعب تحت الاحتلال وشعب آخر له دولته وله كيانه وله أساطيله وله طائراته وله هذه الأسلحة التي تحدث عنها الزميلان قبلي هذا هذه مع وجود ظروف معينة أكد هذا الكيان بأنه قادر على صحق هذا الشعب المصحوق في أي وقت يريد مستعينا بالتخاذل العربي العظيم جدا الواسع الانتشار تماما مستعينا بالحسابات الضيقة التي نعانيها في الأرض المحتلة مستعينا بكل الوسائل الأخرى التي يستعطف فيها العالم بأنه شعب مقهور مستعينا بكل هذا الكلام من أجل القضاء على هذا الشعب البسيط الموجود الآن في غزة هذا الشعب البسيط الموجود في غزة عندما نهض نهض بقوة العقيدة بقوة الإيمان بقوة أننا يجب أن نبقى يجب أن نحيا يجب أن نغير مسير هذه الأمة من هنا كانت المعركة شديدة الأهمية هذا الكيان الغاصب الذي يعتبر أن انتصار غزة سيكون مصمار في نعشه وأهل غزة الذين يعتبرون أن انتصارهم بشكل أو بآخر سيكون بداية النهضة بداية العمل للاستقلال للحياة بين الفريقين هناك شيء كبير جدا هناك اليهود الذين أتوا من جميع من العالم لواحة السلام اللي هي إسرائيل بالنسبة إليهم انتصار غزة سيعني تغيير هذا الواقع تغيير هذا وبالنسبة لأهل غزة أيضا انتصارهم يعني تغيير هذا الواقع أنا لا أقول بأن انتصار غزة هنا سيعني جيش يقاتل جيش وأننا سننتصر على إسرائيل بالجيش إنما سننتصر بالصبر بالتحدي بالوقوف رجالا في هذا المنعطف الخطير جدا الذي سيكون بإذن الله أول مصمار في نعش الدولة اليهودية وانتصار القضية الفلسطينية غزة الآن لا تمثل غزة حماس لا تمثل حماس حماس تمثل غزة وغزة تمثل الفلسطينيين كل الفلسطينيين كل الفلسطينيين مع غزة وصل الفكرة سيد عبدالله سليمان سيد موسى عشور يعني لو نقرأ مستجدات الواقع في الميدان شفنا هناك بعض انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق خلال اجتياحه البري لقطع غزة هناك بعض التصريحات وهناك استياء كثير داخل الكيان صهيوني تصريحات لمسؤولين صهاينا يعترفون ويقرون بأن هناك انهزام فيما يخص الاجتياح البري هناك إعادة إحياء للمبادرة المصرية أنا أتكلم هنا على المبادرة المصرية هل إعادة إحياء المبادرة المصرية هي كذلك تدخل في إطار هذا جملة من النقاط وجملة من العوامل التي أدت إلى ربما استنجاد الكيان صهيوني ببعض لإيجاد مخرج من هذا المأزق من مأزق الذي دخل فيه وهو في عدوان على قطع غزة بسم الله الرحمن الرحيم فقط أردت أن ننوه لنقطة بوضوح أنه غياب العنص القانوني ناخد نبدة قبل أن نتحدث على الجانب الذي تم طرحهم بالنسبة للعنص القانوني للغياب الملحوظ اليوم أنه هناك تقسيم أدوار بين أربع عناصر على المستوى الدولي التي هي هيئة الممتحدة مجلس الأمن أمريكا وإسرائيل وبالتالي أن كل القرارات التي تأخذ بالنسبة للقضية الفلسطينية دائما تدرب في عرض الحات من طرف الصهاينة وبالتالي نلاحظ أن القرارات التي تدرج ضمن أي علاقة تخص الدولة الفلسطينية دائما تدرج في ضمن الفصل السادس لأن هذا الفصل يعتبر عبارة عن فصل غير ملزم وبالتالي لم نلاحظ تاريخيا أي قرار للأمم المتحدة يدرج ضمن الفصل السابع لكي تكون هناك إلزامية التصارب أما إذا أخذنا بعين اعتبار أيضا نقاط كل ما يتعلق باتفاقية لهاي 1907 وأيضا في المواد 43-55 واتفاقية جناب الرابعة لعام 1949 في المواد 49-33-64 ومؤخرة حتى وصولا اتفاقية أوسلو نلاحظ أنه مؤخرا حتى في اتفاقية أوسلو كان من دفع ثمن لراحل يسع عرفات وأيضا إسحاق رابين لأنه أراد إسحاق رابين أن يتوصل إلى حل تسوية ودية بينه أو تسوية علاقة مستمرة بينه وبين الطرف فلسطيني وبالتالي دفع ثمن ذلك اليوم لنلاحظه كما تطرقت يا أستاذ الكريم أن غياب الجامعة العربية الأسف لم نلاحظ طوال فترة 28 يوم من العدوان لا يوجد أي يعني تطرق من طرف الجامعة العربية أو أيضا منظمة المؤتمر الإسلامي غياب تام على الساحة العربية أيضا لجلة القدس التي تشرف عليه المملكة المغربية أيضا رابطة العالم الإسلامي يعني هذه كل المنظمات لم نلاحظ أحد منهم أن يقوم بشجب أو مثلا استنكار هذا ما يحدث في العدوان على قطاع غزة أيضا لو نرجع لسؤالكم أستاذنا الكريم أن هناك بعض ما جاء عن لسان القادة العسكريين الإسرائيليين ومنهم وزير الدفاع مشير يعلون وأيضا رئيس الهيطة الأركان بيل غايتس في المؤتمر الصحفي الذي لاحظناه جميعا على مستوى الفضائيات ومنهم الجزيرة والعربية وغيرها أنه يعني ذكروا جملة أنه أول مرة نقوم بمواجهة أشرص يعني حرب خضتها الإسرائيل تاريخيا ونحارب ناس تحت الأرض يعني حتى هذه الفكرة أصبحت يعني بالنسبة أنه يذكرها يعني جيش بكل جيش كراسيكي وبكل عتاد وبكل جغرافي وبكل أيضا التكنولوجيا التي يطلقها وأيضا نلاحظ أن المقاومة كانت تقوم بعمل تسلسل تسلل وإنزال كما طرح أستاذنا المحترم في أنه كان هناك إنزال خلف الخلف الذي هو الخطوط العدو ولاحظنا على أرض الواقع أيضا اليوم نلاحظ بالنسبة ما جاء في المبادرة المصرية يعني حقيقة أنا أتخوف من المستقبل لأنه حقيقة لو نمشي على ما جاء في المبادرة يعني نتمنى أن كل العرب أو كل الدول العربية أن تدعم هذه المبادرة بصفة خاصة وذلك لسبب أنه حقيقة اليوم نلاحظ أنه هناك إنهزام من طرف الإسرائيلي مهما كان هناك إنهزام واضح لكن السبب هل بعد هذا الإنهزام هل هناك نتائج مستقبلية تستفيد منها هذا كل الوضع الذي نحن اليوم وصلنا له وكلها الشهداء وكلها المصاباء هل حقيقة اليوم سنوصل النتيجة أم لا نوصل للنتيجة وهذا فعلا شيء خطير جدا ويجب علينا أن نمنهج هذا العمل وأن نصل إلى نتيجة لمصلحة هذا الشعب الفلسطيني نعم حتى نصل نتيجة لمصلحة الشعب الفلسطيني سيد سبحي عرب متفخين هنا في الأستوديو بأن هذه المعركة أو هذا العدوان نتيجته هي نتيجة ربما منعرج هام ربما في منعطف تاريخي منعطف تاريخي في نضال الشعب الفلسطيني بالنسبة للشعب الفلسطيني تتبيت نظرية الانتصار بعد الهزائم تتبيت نظرية الانتصار بعد الهزائم نعم يجب أن نعمم هذه الثقافة ثقافة الانتصار بعد الهزائم اللي كنا كل تاريخنا عبارة عن هزائم متواصلة من حرب لبنان حرب المقاومة في لبنان إلى حرب المقاومة في غزة سلسلة بإذن الله ستنتصر في النهاية نعم وليس المطالب فقط أنه نرفع الحصار أو نعم للحكاية الفلانية والحكاية الفلانية المسألة مسألة ضخ تاريخي قيام دولة قيام شعب شعب كان نايم وماض بإذن الله نعم هذا سؤال الذي كنت ساعة راه على سيد الصبح عرب قال أن الأسادة سليمان عبدالله سليمان بأن القضية قضية شعب استفاق وشعب نهض ربما من مجموعة من الانهزامات إلى اليوم حقق نصر تاريخي ماذا يمكن للمقاومة سؤال جوهري ماذا يمكن للمقاومة للشعب الفلسطيني أن يستفيد من هذا النصر سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي قبل هذا يعني أريد نعلق بكلمة والله أقول يا ضيعة العمر أن يصرح أمس نتنياهو والناطق باسم نتنياهو أن هناك قرار إقليمي نحن وعندما سألته المذيعة للمتحدث باسم وزار رئيس الوزراء نتنياهو قتلوا من هم الدول الإقليميين أبى وخاف أن يذكر أسماءهم يعني عندما أصبحنا قبل كانوا أخذين فلسطين قضية قميس عثمان للوصول للحكم أخذين قضية فلسطين درج ليصعدوا للحكم ويأخذ الحكم ويبتزوا الأموال ويخلقوا عائلات كانت كذا وإذ هم مرتبطين مع إسرائيل الآن ظهر الارتباط ظهر الارتباط عندما يأتي وزير دولة عربية كبيرة ويقول نحن مع هذه الضربة الإسرائيلية والسيسي يقول أمس قال لا يوجد شيء غير المبادر المصري هي التي توقف القتال نحن لا نريد وقف القتال نحن نذكرك ونذكر كل من قال بهذا وقف القتال بدون شروط بالأمس كانت عظمة الجيش المصري عندما ضرب خط بارلف كان الزعيم عبد الناصر هو واقف ليتحدى لماذا ضربت مصر 56 من إسرائيل وفرنسا وبريطانيا من أجل إسقاط حكم وطني في مصر زعيم وطني في مصر من أجل هذا الزعيم كان يمد يده للثورة الجزائرية فلذلك كانت الضربة لمصر قال نضرب مصر تضعف الثورة الجزائرية اليوم العرب حكام عرب مسؤولين عرب المتأمرين هم متأمرين لكن الآن افتضحت رائحة رائحة أصبح الإنسان يشك بنفسه هل أنا عربي أو غير عربي هل هؤلاء عرب أو غير عرب لا نحن الشعب عرب شعب عربي لكن هل هؤلاء الحكام أو غير هل هم متسوسين على هذه الأمة وعلى هذا الشعب هل جاءوا بانتخابات ديمقراطية وأصبحوا رؤساء وزعماء وأمراء أنا أعن أقول لك يا ضيعة العمر نحن لكن المقاومة والقضية الفلسطينية ستبقى مستمرة وستبقى حية لأن حية في ضمير كل جزائري وفي ضمير كل مغربي وفي ضمير كل مصري شاء الحكام أم أبوا القضية الفلسطينية ستبقى حية لأن تحملها صدور الشعوب وليس حكام الشعوب إسرائيل استغلت الظرف في سوريا في العراق في ليبيا في مصر في هنا هنا واتفقت مع بعض الأنظمة وأقنعتهم أنه هذو الحماس إرهابيين وصاروا نحن نريد أن نضرب ضرب حماس ضربوا حماس ولا ضربوا الشعب الفلسطيني ضربوا حماس أم ضربوا المخيمات اللاجئين في كذا وبدأوا بالضرب في الضفة الغربية قبل حماس لأنه اتهموا فلان وفلان أنهم قتلوا هذول اليهود الثلاثة وذهبوا وهدموا لهم بيوتهم واعتقلوهم ووضع أهلهم في السجون إذن بدأت الضربة في الضفة الغربية ولم تبدأ في غزة ثم جاءوا لغزة جاءوا لغزة بكعادتهم يدخلون إذا انتصروا كان به إذا لم ينتصروا يبدأوا يدمروا نعم شوف الإسرائيليين أذكر الشعب العربي بشيء أساسي من سنة 48 عندما بدأت المعارك بين المجاهدين الفلسطينيين والإسرائيليين يعني عصابات الإسرائيليين الهاجانا ويشترن والأراجون في المرحوم عبدالقادر الحسيني ضرب ضربة واحدة في شارع بني يهوذة في القدس قتل الشيء 2000-3000 يهودي فأورا تآمروا عليه وبعته قتلوه للعبدالقادر من الذي قتلوه؟ الحكام العراب بعدها كل النزام للجيش الإسرائيلي يؤدي مقابله في مجزرة ديريا سين مجزرة كذا في لبنان مجزرة تلز زعتر ومجزرة شاتيلة و صبر و شاتيلة في لبنان قنية شو اسمها هذه قانة قانة معركة إذن كل ما ينهزم الجيش الإسرائيلي في معركة يغطوه بقتل المدنيين وهذا نتيجة بأن الجيش الإسرائيلي انهزم على الأرض في غزة نعم الجيش الإسرائيلي انهزم على الأرض في غزة سيد محمد حمات الجيش الإسرائيلي انهزم في غزة اليوم الكيان الصهيوني يحاول أن يغطي هذا الانهزام كما كان يقول أستاذ صبحي عرب بقتل البشع للمدنيين بمحاولة تصريحات ومحاولة الاستنجال ربما بالولايات المتحدة الأمريكية وربما بمجلس الأمن من أجل الضغط على المقاومة وبالعرب نعم وبالعرب سيد محمد حمد السؤال الذي يطرح نفسه هل تنتظر أنه يكون هناك سيناريو ربما في حالة ما إذا واصلت المقاومة الفلسطينية الضربات المجعل الكيان الصهيوني تنتظر بأنه سيكون هناك سيناريو للولايات المتحدة الأمريكية ربما من العرب أو من مجلس الأمن يعني أولا هنا بدي أعلق تعليق صغير على كلام الدكتور قبل قليل بأن هناك شعب في غزة استفاقى أو نهضة ليخرج من الهزائم ويحقق النصر نعم الحقيقة ليس هكذا الشعب الفلسطيني مصطفيق والشعب الفلسطيني يناضل ويقدم التضحيات منذ أن قدم هذا الاحتلال إلى فلسطين في الشهداء ودخل ما يقارب المليون الفلسطيني إلى السجون الإسرائيلية على مدار هذه السنوات ربما هذه المرة بدرجة أكثر سيد الحمد حمد الآن الشعب على قضية الهزيمة والانتصار أولا إسرائيل لا تخوض معركة متكافئة مع جيش أو مع ناس يمتلكون الأسلحة إسرائيل مجرد ما هي تخوض معركة مع مدنيا إذا هي مهزومة وهذا مثل عادي في الشارع ممكن نشوفه الرجل القوي الذي يضرب رجل ضعيف إذن هو مهزوم فبالتالي إسرائيل دائما هي مهزومة ولن تكون منتصرة وشعبنا هو المنتصر بحقوق المثبتة وحقوق المعترف بها أنا الآن أمام ما يحصل في هذا العالم السنوريهات ممكن أن تكون كثيرة نحن نقول أن المعركة مع إسرائيل مستمرة وستستمر وبأشكال مختلفة من استخدام السلاح إلى العمل الدبلوماسي إلى كل أشكال النضال التي مارسها وسوف يمارسها الشعب الفلسطيني والشعوب دائما ممكن أن تبتدع وسائل جديدة في كل وقت بالكفاح ضد الإسلام سيد حمد سيد حمد أستسمحك سنواصل سأستمع الإجابة منك بعد الفاصل نحن نريد السلام ولكن ليس الاستسلام إسرائيل الآن تريد مننا الاستسلام قبل معركة غزة كانت المشكلة في أروقة الأمم المتحدة ومجتمعين لأنه أصبحت القضية الفلسطينية قضية عادلة مش من الآن من 48 دي شباب بسيط أن الشعب الفلسطيني يملك 94% من أراضي فلسطين اليهود لا يملكون إلا 6% 94% من أراضي فلسطين لذلك كانت لجان الأمم المتحدة التي تريد أن تضع التقسيم كانت متعثرة عندما جاء الكونت برنادوت وعطى الجليل الغربي تسمح لي لفلسطين وعطى النقب للفلسطينيين بالتقسيم قتلوه اليهود اليهود يريدون حاجز طبيعي بين المشرق العربي والمغرب العربي هي النقب وأخذوه اليهود يريدون يعيشون على التفرقة بين الفلسطينيين التفرقة بين الدول العربية يزرعون التفرقة بين كل يعني حتى وزير خارجية أمريكا في السبعينات أوجد مبدأ تعريب الحرب بدأت حرب بين الجزائر والمغرب حول الصحراء بين تونس وليبيا بين اللويا ومصر بين العراق والسوريا بين تعريب الحرب عوض المال العرب يفكروا بمحاربة إسرائيل يفكروا بمحاربة بعضهم الآن انتشرت هذه بفكرة أكثر وأوسع عرفت كيف ولكن ما يؤلموني قلت لك بأن نرى رئيس وزراء إسرائيل يقول هناك اتفاق إقليمي ولنا أصدقاء إقليميون واقفين معنا في هذه الحرب هذا لكن أريد أن أقول لك الشعب الفلسطيني وحدة الشعب الفلسطيني حتى لو أخطأ قالته ذات يوم بأخطاء حزبية أو إلى آخر ضيقة إذا عادوا الشعب الفلسطيني تجدوا وحدة الآن القوات القوات اللي وقعت اتفاقية أمن مع إسرائيل الآن يطلقوا صراحة ستجدها أول الفدائيين عن القضية الفلسطينية نعم وشكرا سيدة محمد حمد يعني تصريح للرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في نذوة صحفية اليوم يقول بأن قد حققنا الأهداف قد حققنا أهدافنا وسننسحب وسننسحب بريا في حدود يومين وهدفنا كان هدم الأنفاق خاصة في رفح ولم يبقى منها سوى القليل سيد محمد حمد سؤال الذي أريد أن أطرحه عليك كيف تتوقع المخرج أو كيف تتوقع السيناريو الذي يمكن أن ينسجه الكيان الصهيوني من أجل خروجه من هذا المأسق أنا أطالب القوى في العالم العربي حكومات طبعا نحن أيضا كفلسطينيين نبذ الجهود وعلينا أن نعمل أمام هذا العالم أن لا نترك إسرائيل أن تأخذ قرارات منفردي نحن لأن إسرائيل الآن تريد أن تلعب اللعبة من الجنيد تنسحب متى تريد وتعود متى تريد علينا أن نجبر إسرائيل أن توقف العدوان وقف إطلاق النار والعدوان والانسحاب ضمن اتفاق دولي ملزم لأن إسرائيل الآن ستنسحب بعد يومين ستعود ليس هناك اتفاق يمنعها لم توقفك على اتفاق وهذا ما رسته في السابق وإسرائيل دائما تمارس الذكاء عند شعورها بالهزيمة بالضغط تعود إلى الوراء تعود وتقول نريد أن ننسحب ولكن بعد يومين أو ثلاثة تعود وخلال الأسبوع اللي فات مارست هذا الموضوع مرتين أو ثلاثة أول أمس انسحبت ومبارح أمس طلع مش انسحاب طلع عادة انتشار والآن ممكن أن تعود مرة أخرى لعادة الانتشار إذن علينا لأنه هذا يرجعنا دائما إذا تذكروا في المرة اللي فاتت تكلمنا أن في سنة الالفين وخمسة عندما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة انسحاب أحادي الجانب وسحبت المستوطنات الثلاثة التي كانت في قطاع غزة وقالت نحن نطرق نحن العقلاء أنا واحد منهم كفلسطينيين كنا ضد هذا الانسحاب لأنه انسحاب يجب أن يكون باتفاق حتى لا تعود تمارس هجومها من جديد الآن ربط هذا الموضوع ما موضوع استثمار هذه الحرب الذي أنا قبل قليل كنت بدأته أنا أقول ما يلي إذا حبيته ممكن يكون هذا ختام حديثنا أولا علينا نحن الفلسطينيون أن نجمع كل جهود في مواجهة هذا العدوان وفي مواجهة هذا العدو وصولا لإزالة الاحتلال حتى تحقيق أهدافنا نحن نين تثبيت الوحدة الوطنية الفلسطينية ما بين غزة والضفة أولا لأن هناك مؤامرة إسرائيلية مربوطة بأجندات خارجية من أجل فصل غزة عن الضفة وإقامة دولة للفلسطينيين في غزة فقط نين وحدة وطنية ما بين كل فصائل العمل الوطن الفلسطيني ضمن اتفاق على موقف فلسطيني موحد نطالب فيه العرب والعالم بتحقيق السقف الأعلى في هذه المرحلة وهو إزالة الاحتلال وتثبيت الدولة على الأرض والتزام إسرائيل بكل المواثيق الدولية والتعهدات التي تفرض عليها الآن وهذا يتطلب إضافة للفلسطينيين إخواننا العرب اللي قدموا المبادرة العربية في سنة 2002 واللي نحن متمسكين فيها وهي مبادرة جيدة ونتمنى أن تتطور إذا ارتعت الآن مطلوب مسك زمام المبادرة من جديد هذه فرصة للحكام العرب فرصة للحكومات العربية فرصة للمؤسسات العربية بالكامل ولشعوبها أن تحقق انتصار على إسرائيل لأننا إذا تذكر كما قلت في المرة السابقة إذا هزمت إسرائيل الفلسطينيون ولن تهزمهم ستدوس على كل العواصم العربية للأسف فحذاري هذا عدو لكم ليس عدو لنا فقط نحن بكل شرف ندفع دمنا دفاعا عنها نحن عنا شوية هدم ندفعها كاعدين في مواجهة هذا العدوان أنتم مطلوب منكم تعطونا شوية فلوس وشوية أدوية وشوية ماكينات نعمل فيها كهرباء وإحنا جاهزين نتقدم هاي اللي عنا جاهزين ما عناش لا مصانع سلاح ولا عنا أموال ولا عنا بطرول إذن إخواننا العرب مطلوب رسميا وشعبيا مبادرة جادة الآن نضغط فيها دول العالم من أمريكا والمؤسسات الدولية ونقول لهم ونستخدم سلاحنا القوي وهو الاقتصاد والعلاقات الدولية أمامكم فرصة لن نتعامل مع إسرائيل نريد منكم الآن أن نضع مؤتمرا دوليا وصقفا زمنيا لإزالة هذا العدوان وتحقيق الدولة الفلسطينية على الأرض وإلا ستروح الفرصة وبعد سنتين ممكن أن تعادل قرة وتدرب قطاع غزة من جديد ونعود نتكلم في نفس المواضية نتنياهو سينسحب نتنياهو قتل خمسين مدني نتنياهو أجاسلاح جيد ونفس القصة ستتكرر نعم شكرا لك سيد محمد حمد سيد عبدالله سليمان نتكلم نتكلم على المستوى العربي وإن كان سيد محمد حمد تكلم على جميع الأصعدة فيما يتعلق بالمكاسب التي حققتها المقاومة ولكن نتكلم الآن على المستوى الدولي سيد عبدالله سليمان العالم اليوم شاهد بشاعة العدوان شاهد بشاعة هذا الكيان الذي يدعي السلام كما قلت في بداية الحصة فيما يتعلق بالمكتسبات التي حققتها المقاومة أو حققتها القضية الفلسطينية على المستوى الدولي على المستوى العالمي الكثير اليوم من الشخصيات الفاعلة مثلا في العالم مثلا رئيس الوزراء الفرنسي دومونيك دوفيلبان يقول أن فرنسا اليوم وضعت نفسها في مأزق حقيقي وهي تساند الكيان الصهيوني يعني هناك استفاقة لبعض الشخصيات الفاعلة في العالم هل يمكن أن تعد لنا بعض المكتسبات التي تحقق هذا المقاومة على المسوى العالمي الحقيقة المقاومة مجرد أن تنظر إلى التلفزيون والإعلام وهذا الإعلام الذي أنتم الآن تعملوا بصمة معينة معه هذا الإعلام الآن الذي يعطي الصورة الحقيقية عن مجازر الإسرائيليين ولا أقول المجازر أقول الإبادة لأن الجريمة التي يرتكبها الإسرائيليون اليوم هي إبادة وليست فقط مجازر هي مجازر مطلاحقة لإبادة شعب وهذه هي إبادة إبادة جماعية ومع ذلك هذا الناس تنظر إلى هذه المظاهر الناس عندها ضمائر صحيح أنه الآن الحكومات الرسمية إلها مواقف لكن الشعوب أيضا عندما تجد أن الأطفال ربع الشهداء بفلسطين الآن هم من الأطفال زيادة على النساء زيادة على العجزة زيادة من من المقاتلين ما قدروا يمسكوا أي شيء هذه كلها جرائم وهي جرائم حرب بكل معنى الكلمة جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب اعتداء على المدنيين ونستطيع أن نفصل بذلك تفصيلاً كبيراً يعني ما في أي خلاف ومع ذلك كثير من الحكام العرب وأنا أعتقد حتى سؤال قريب على هذا أن نرفع دعوة عليهم بالمحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية ما إلى علاقة بهذا الموضوع أبداً ما إلى علاقة المحكمة الجنائية الدولية تتلقى رفع الدعوة من جهات معينة محددة بقانونها وهذا الكلام أتعجب ولكن لو سألونا كيف نستطيع أن نلاحق هؤلاء في عنا بعض القوانين الأوروبية التي تعتبر الجريمة جريمة اختصاص عالمي هذه مشيد ليست تابعة للمحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية معاهدة تضبط العلاقات بين فرقائها ولذلك كثير من الناس يقولون أنه لازم الفلسطينيين يوقعوا على معاهدة روما معاهدة روما يعني المحكمة الجنائية نحن ولكن نحن الآن طالما نحن مناش دولة حتى الآن الآن صرنا شبه دولة مليح إذا قبلت مننا محكمة الجنائية الدولية الانضمام إلى آخر يصير وضع آخر قبل الانضمام ما منقدر نحن نروح للمحكمة الجنائية الدولية ونحكي معهم قلتلك في قوانين في أوروبا تعتبر أنه الجريمة هي شار ضد الناس كلها فهذا يسمونه اختصاص عالمي الاختصاص العالمي في عنا بريطانيا في بإسبانيا في ببلجيكا إذا بتتذكروا أنه ببلجيكا إذا شارون وعمل مشاكل إذا بتتذكروا تاعة تشيلي شو اسمه ألندي وش اسمه تشيلي ل ألندي كان قريب من أنه يحطوا بقفص الاتهام لما هربوا وقال صحيا إلى آخر إذا تسمح لي فقط احكي كلمتين بنهاية أنا شايفك عم بتتاهب إلى النهاية نعم أنا فقط بدي أحكي كلمة واحدة فقط انظروا أنا أوجه كلامي وهي خاتمة المحاضرة لو خلوها في نهاية الحصة نعم خلوها في نهاية الحصة يريد اسمح لي فيها سيدة موسى عشور سؤال الأخير وفي عجلل لأنه الوقت داهمنا دائما لما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية نعود دائما إلى الأنظمة العربية الأنظمة العربية ومن خلال معطاية الميدان هل يمكن للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني أن ينتظر كذلك وهو حقق ما حقق في الميدان ولقى ما لقى من ألام وجراح اليوم يعني الأنظمة العربية تستفيق على الأقل لتدعم هذا النصر أم أنها على الشعب الفلسطيني أن يواصل يعني مسيرته ويواصل نضاله كما بدأه منذ بداية العذوان لوحده حتى يحقق النصر في الحقيقة أنا أعتقد أنه على الشعب الفلسطيني أن يواصل لوحده نعم لأنه حقيقة ما نلاحظه اليوم هو غياب حقيقة الواقع العربي يعني بكل صراحة يعني إحنا اليوم ما نشن طالبه بالواقع العربي أن يقوم بطلب تطويع أو تجنيد أو بعد أو كده أو إرسال إحنا فقط نطالب من الأنظمة العربية هي تفعيل المنظمات الغير الحكومية أو تركها هذه المنظمات الغير الحكومية أن تتفاعل عفوا تقوم بالتفاعل على مستوى الدولي وأيضا الإعلام العربي يجب أن يلعب دور بدون تحفظ لظهر الحقيقة كما لاحظنا بالأمس أنه أوباما يقوم أو عفوا الكونغرس الأمريكي يقوم بدعم إسرائيل بـ 225 مليون دولار نحب الحديدية نعم هذا دليل على أساس أن التعاد الأنظمة العربية عن ذلك خطير جدا مما نلاحظ أيضا أن أوباما يؤكد ويدعم قصر إسرائيل على قطاع غزة والسبب أنه عودة الجندي اللي إحنا اليوم إسرائيل تعترف بأن هذا الجندي تم قتله أثناء اشتباك بين المقاومة والجيش الإسرائيلي أيضا نلاحظ اليوم أنه حقيقة الأغرب من ذلك الأمم المتحدة تطلق مجناشدة لدعم احتياجات غزة الملحة بمبلغ قيمته 369 مليون دولار للأسف كان هو فيلم هندي هو يتقسم الأدوار والسيناريو شغال ونحن نتفرج ونسمعه اللي أيضا لاحظنا قبل يومين أنه ألمانيا قامت بالتبرع بـ 8.5 مليون أورو لمساعدات لغزة الجزائر تبرعت بـ 25 مليون دولار لمساعدات أيضا 25 مليون دولار 25 مليون دولار 25 مليون دولار اللي حقيقة لأثار كل هذه العملية أنه إسرائيل مباشرة على وخاصة وزير الخارجي الإسرائيلي يعلن بشكل رسمي أنه يعني كيف الجزائر أنه يعني هذا يعتبر يعني كيفاش الجزائر تدفع 25 مليون ما قدرش يقول على ألمانيا اللي تاريخيا نعرف وش عملت ألمانيا بالنازية في إسرائيل وهذا أندل يدل على أن إسرائيل كما تفضل الدكتور أن هناك الأنظمة العربية تواطو أصدقاء إسرائيل للأسف أن الجزائر كانت ونحن نحترموا حقيقة الجزائر لموقفها الذي داعم تاريخيا للشعب الفلسطيني وهذا الأساس العملية أن حقيقة الإسرائيل لن تتقبل أن هناك دولة عربية وحيدة فقط هي في الميدان التي تدعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ نعم سيد سيد صفحي عرب كلمة أخيرة ربما في نهاية هذا النقاش وانا كنت أود أن أطرح عليك سؤال ولكن تخوفي أن تضيل في الإجابة في أجالة يعني شديدة لماذا في رأيك هذا أثار نقطة مهمة سيد موسى عاشور لماذا في رأيك هذا الرد العدائي وهذا الرد يعني العنيف من الكيان الصهيوني على المساعدة التي قدمتها الجزائر للقضية الفلسطينية وخاصة أن الجزائر ليست المرة الأولى التي تدعم الفلسطين لا لا لماذا يعني في هذه المرة هم يعرفون صلابة الجند الجزائري وإرادة الجند الجزائري وإرادة القيادة الجزائرية إذا أخذت قرار يعرفون هذا ولذلك وهم يعرفون من هو المقاتل الجزائري هم والأمير كان يعرفون هذا فلذلك أنا قلت لك من أول مرة أن فلسطين هي خط الدفاع الأول عن الأمة العربية إسرائيل تريد أن ينهدم هذا الخط ويصبح نعاج أمامها ويصبح ملاء ترسلهم لكل الدول العربية وهنا وهناك حتى تنفذ عن طريق الفلسطينيين وعن طريق وعن طريق لكن أريد أن أنبه نقطة كلمة أخيرة كلمة أخيرة إسرائيل الآن تريد بدأ تقول أن تحطيم حماس وسحب الإسلحة سيكون بفترة مستدير طويلة وتقول الأنفاق ستهدمها طويلة وأدخلت قطر وقالت أن قطر دولة إرهابية أريد أن أقول لك في إسرائيل عندهم سياسة عندما يريدوا أن يصلوا لهدف يضعون السياسة ومخطط ويقولوا مسيرة الألف ميل بخطوة سنبدأ بالخطوة الأولى لاعتبار قطر دولة إرهابية سنبدأ بالخطوة الأولى للتآمر ومعرفة كيف نحطم السلاح في غزة سنبدأ بالخطوة الأولى لنعرف كيف نحطم الأنفاق وجوزهم ما يحطموش يخلو العرب يحطمو فلذلك هذه أرجو أن ينتبه الشعب العربي هؤلاء ناس لا يؤتمنوا آجلا أم عاجلا هم أعداء لنا هم ضد الإنسانية ككل هم ضد الإنسانية نحن أنا لا أكره اليهود كيهود لأن أمس رأيت يهود في مظاهرة في الولايات المتحدة ضد إسرائيل أنا أكره الصهيونية التي تريد أن تثبت حاجة بأن اليهود أسياد العالم نعم وبقية العالم موظفين عندها شواء كان الرؤساء أو أمين عام جامع نعم تعطي أوامر ينفذ سيد محمد حمد كلمة أخيرة كلمة أخيرة نحن جزء من العرب ومشروعنا الوطني جزء من المشروع الوطني العربي في مواجهة الاستعمار والتخلف والتبعية والآخره ونحن في مقدمة الصراع أمام أمتنا العربية ولن نتراجع حتى لو تركون أخونا العرب لوحدنا لن نتراجع ولن نتخلى عنهم لأنه سيأتي اليوم لأن يكونوا معنا هناك دول في أمريكا اللاتينية قبل أيام قالوا لنسحب سفراءنا من إسرائيل وقبل أول أمس ست دول أمريكا اللاتينية طالبت وحطت اتفاقية لمقاطعة إسرائيل اقتصاديا الرئيس محمود عباس الرئيس الفلسطيني قال مع بداية العدوان كفاكم عدوانا على هذا الشعب هذا الشعب له الحق في مقاومتكم بكل الوسائل اثنين خاطب الأمريكان وقال لهم إن أطفالنا يقتلون بسلاحكم من هنا بدأت أيضا الآن ولن أتراجع عن حقوق شعبي هذا ما قال الرئيس لهذا السبب أتمنى على حكامنا العرب أن يحذو هذا الحذو تجاه ما قال الرئيس وما فعلته أمريكا اللاتينية من أجل حقوقنا وبدأت على مساعدة الجزائر دقيقة فقط اتهامات حتى إسرائيل قالت أن الجزائر تدعم الإرهاب في فلسطين لماذا سيد محمد حماد ليس المرة الأولى التي تدعم لأن 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 إسرائيل لا تريد للجزائر التدعم فلسطين لأنها تدرك تماما أن الدعم الجزائري لفلسطين غير مشروط ولا يتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية وهو دعم لكل فلسطين وليس على غرار الأجندات الإقليمية والدولية التي تدعم جهة هنا أو جهة هناك فدائما نحن نقول على الجميع أن يحذو حذو الجزائر في دعمها ومساعدتها الفلسطين شكرا لك سيد محمد حماد سيد عبدالله سليمان كلمة أخيرة تفضل أنا في كلمة الأخيرة بدي استسمحك اقرأ زوج كلمات من محاضرة كنت ألقيتها بهذا بموضوع غزة أنظروا إلى غزة وقد ظهر وجه الجريمة عليها واضحا فكأنما زلزالا عنيفا قد ضربها فدمر الحجر وقلع الشجر وأمات البشر أشلاء الأطفال والقتلى مبعثرة في كل مكان وأصوات الناحبات تملأ الدنيا وآثار همجية العدو في كل مكان من هنا مر التطار من هنا مر النازيون الجدد مروا بلا عودة وستبقى غزة غزة العزة غزة هاشم غزة الإمام الشافعي غزة أحرار الدنيا ستبقى بشلال دم أطفالها ونسائها بعناد مقاوميها وحبهم للحياة بتاريخها المجيد عصية على المحتل بريئة من المتواطئين شوكة في أعين الظالمين رسالة الأبطال المجاهدين صامدة صامدة صابرة يا غزة شكرا جزيلا شكرا لك سيد عبدالله سليمان سيد موسى عشور كلمة أخيرة في الحقيقة يجب يعلم الجميع أن اليوم إسرائيل هي حقيقة متورطة ومدانة بتنفيذها لكل جرائم الحرب دفعة واحدة على مرمى ومسمع وتوثيق العالم بأسره كما اليوم أن إسرائيل هزمت من طرف المقاومة وأيضا من طرف ضغط المعارضة الجبانة والمجتمع الإسرائيلي داخل إسرائيل كما نريد نؤكد على ضرورة يجب على المجتمعات العربية والدولية تفعيل هذه العمل اللي هو خاصة المنظمات الغير حكومية للضغط على حكومتها لكي تقوم بتفعيل القانون الدولي بعد هذا الغياب كما أردت أن أقول بكل صراحة نحن كالدولة الجزائرية حقيقة شرف ويعلم ويعيب بعد اتصالات كنت أقوم باتصالات مع بعض الزملاء في الأراضي الفلسطينية حقيقة يحترمون ويؤكدون على دعم الشعب الجزائري حكومة وشعبا لأخواني الفلسطينيين شكرا لك سيد موسى عشور شكرا لك الأستاذة الصبحي عرب شكرا لك سيد محمد حماد المستشع الأول فيه تدخل دقيقة نعم ما فيه مشكلة إلى أهلنا في قطاع غزة هذه غزة التي هزمت شمشون هذه غزة التي كانت على مدار التاريخ لها دور في فلسطين وفي المنطقة غزة التي كان لها دور أساسي في بدايات الثورة الفلسطينية المعاصرة غزة التي كان لها دور بتقديم آلاف الشهداء وعشرات آلاف الأسرة التضحيات أصبروا يا أهلي أصبروا وأصمدوا فإنكم سيكون لكم شرف المشاركة في تحقيق النصر للشعب الفلسطيني نعم شكرا لك سيد محمد حمد شكرا لك نعم من أجل غزة ما فيه مشكلة أريد بعجالة الذي علم الفلسطينيين قبل عبد الناصر كانوا مجاهدين يقولوا نجاهدون عندما جاء عبد الناصر والثورة المصرية خصص مديرية عامة ومالية عامة لتدريب الفلسطينيين في غزة أي فدائيين وسماهم الفدائيون وما زال الفدائيون في غزة وسيبقون في غزة قبل الحكام أم لم يقبلوا والشعب المصري يفهم هذه الحقيقة لأن الكثير الآن يقولون الجيش المصري كان يدافع عن فلسطين لا كان يدافع عن مصر والفلسطينيين أول من دافعوا عن احتلال صينة وأول من دافعوا ضد الأيامة نعم شكرا لك سيد صبحي عرب شكرا لك سيد محمد حمد شكرا لك الأستاذ عبدالله سليمان نشكر إذا عطت النهار نحطط النهار هذا من واجبنا شكرا لك سيد صبحي عرب يا أهلنا في غزة كما قال الأستاذ محمد حمد اصبروا يا أهل غزة فسيكون النصر حليفكم إلى هنا نهتي إلى نهاية هذا النقاش على المحبة نفترق وعلى المحبة نلتقي سلام